اعلنت لجنة انتخابات الدورة التاسعة والعشرين لانتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن قائمة الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات قادمة وقال رئيس اللجنة جاسم عبد العال ان عدد العضويات التي صوتت في الانتخابات تجاوزت سبعة الاف عضوية ودخل مجلس الادارة ثلاث سيدات ولم تسجل حضوظ للمستقلين وخض 72 مرشحا المعترك الانتخابي لغرفة التجارة هذا العام توزعوا على خمس كتل انتخابية اضافة الى مستقلين واكد عبد العال خلو الانتخابات من اي تجاوزات تذكر باستثناء حالة تصوير اوراق انتخابية جرت تعامل معها في حينها